في بلدة الحسينية جنوب محافظة الكرك حولت الحفر وتشققات الشوارع حياة الأهالي إلى معاناة دائمة ويغدو الأمر أكثر صعوبة في فصل الشتاء حيث تتحول المياه المتراكمة في الطرقات إلى مصائد للمواطنين والسيارات شوارع بلدة الحسينية التابع لقضاء مؤاب في حال سيئة جدا فالحفر والتشققات فيها تجعل السير عليها معاناة لا توصف الأهالي لم يسكتوا فظلوا على مدى عشر سنوات لم يصب بلدتهم فيها أي من مفردات التنمية يرفعون الصوت عاليا لعل المسؤولين يسمعوا الصوت لكن لا حياة لمن تنادي بلدة الحسينية تعاني من فترة طويلة من تهالك بالشارع ووجود مطبات وحفر ولم يتم إلها صيانة من فترة طويلة نحن نعاني مشارة الحسينية موشة بهذه من زمان ما فيه اهتمام من المسؤولين ولا من أي اتجهة ويختصر عليك يعني ما تطول عليك الموضوع يعني أنا سأقبره على السحراوي كل أسبوع السحراوي صار أشفى من الشوارع الحسينية قد تكون الموازنة البلدية لا تسمح به بتقديم خدمات أفضل لكن هو الموجود حاليا في معاناة في الشوارع في مطبات في حفر في جوارة امتصاصية في الشوارع يعني في مكره صحي كثير في بعض الشوارع وبعض الدخلات البلدية تقر بوجود مشكلة مزمنة في شوارع البلدة التي تعد بوابة محافظة الكرك الجنوبية وهي برغم إمكاناتها المتواضعة تتعاهد بمعالجة الوضع بعد إقرار موازنتها لهذا العام الحسينية هي منطقة أحد مناطق بلدية مؤاب الجديدة ومن أكبر المناطق في مؤاب طبعاً لها اهتمام كبير لسعة منطقتها لها شوارع متهالكة شوارع البلدية طبعاً بعد إقرار الموازنة إن شاء الله لهم تزفيت لهم إصلاحات لهم بحاجة إلى الترقيع لهم بحاجة إلى السيلنغوت لهم بحاجة إلى الزفته بلدة الحسينية تعد أكبر تجمع سكاني في قضاء مؤاب وبرغم أهميتها بوصفها صلة وصل المحافظة مع جنوبها إلا أن الإهمال الدائم لشوارعها أحال حياة الناس إلى كابوس خاصة أن الحوادث أخذت تهدد حياة الناس